اشتركوا في القناة خاصة جمهور نادي الزمالك هو قضية نادي الزمالك المصارح حاليا بعد الجدل لتمن ودين وزير الشباب والرياضة وجبهير نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا بعد هزيمة نادي الزمالك امام الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف منذ يومين والناس بدأت كتير تتساءل بتقول ان حال نادي الزمالك ما بيصرش عدو ولا حبيب بالنسبة للنادي الاهلي نادي الاهلي عنده اعلام بيدفع عن النادي الاهلي بيعرف يمحي سربيات النادي الاهلي فبيباني النادي الاهلي ان هو قوي دايما ولسه النادي الاهلي راجع من تشامبينز ليج وهو بطر النسخة التاسعة والعشرة عفوا التاسعة وحائز على المركز التالت في كأس العالم للانداء انما نادي الزمالك من بعد ما كان في نهائي الاهلي بيكسب الترجي التونسي رايح جاي سوبر افريكي دوري ابطار افريكا وبيتخطى وبيصر الى الادوار النهائية بنفاجأ ان هو اداء ولا اسوأ في الدوري العام ثم اداء غريب امام تنجيس الهزم من المدودية في السنغير واحد سفر واداء منتبهه الكثير من الرعونة امام نادي ودي دجلة متزير الترتيب ثم النهاية المتوقعة امام الترجي التونسي في سوسا بدون جمهور في رادس عفوا بدون جمهور والهزيمة بسلاسة اهداف لهدف ناس بتحمل باتشيكو المسئولية ناس بتحمل جهاز القرى بخيادة كابتن اشرف اسم والكابتن عبدالحليم علي ناس بتحمل اللجنة المقاطة وناس بتحمل اللعيبة انا هنا من دوري كاعلامي محايل ما اقدرش احدد مين هو المسئول عن الاختاق الحالي لنادي الزمالك نما لما بنرجع كده او ياما قلناها في الحلقة او ياما اعلميين كتير نشده وتكلمه في الموضوع وناس خبراء في الادارة قالوا ان الاستقرار اهم اداة لنجاح اي منظومة قروية سواء مجلس منتخب مجلس معين لمدة ست سنين سبع سنين المهم ان اللاعب بعارف ان فيه ناس منتخبة قعدة مدة طويلة مكملة بغاية مدتهم بقوة القانون اللاعب هيبين وطمن ان هو هياخد مستحقاته في الملعب هيفكر في الملعب وبس في النتيجة وبس انما لاعب وبيسمع ان النادي جاله مئة مليون اخر ثلاث شهور كدعم كما يقاض وناس على الاقاويل التانية بتقول ان هو ما كانش دعم ان هو حق من حقوق نادي الزمالك يعني الجهات مش بتمنى عن نادي الزمالك زي ما قال ده وزير الشياب والرياضة فالدعيب بيسأل المئة مليون جنيه اتصرفوا على ايه هتتصرفوا على الالعاب الجماعية على الضرايب التأمينات لو حقق قصير الدولة المصرية طبعا فالدعيب تفكيله بيشتت بالتصريحات دي زي ما الاستاذ عصام سالم ده هو واحد من يعني اهم المقادر ربين اللي موجودين طبعا واستاذنا وعلى رأسنا من فوق اكنا استاذ عصام سالم ما بشوفوش غير ان هو بيتصع بتصريحات بس استاذ عصام احترامي لك والمتحدث الرسمي مش دور ان هو يتصع بتصريح كل ساعة سواء بالنفية او بالاجاب المتحدث الرسمي بيرد على النقاط الهمة سواء عبر الموقع الرسمي للنادي او عبر السوشال ميديا انه المتحدث الرسمي مش مهامه ان هو يتصع في قناة كل خمس دقايق ويدفع في القناة اكس وقناة واي وقناة زد ويقول تصريحات تمث النادي وتمث الاتقرار يعني لما ييجي يقول الزمالك يعيش حالة طوارق واجتماعات متواصلة منذ مباراة التراجع ايو طب فين الحل برضا اجتماعات متواصلة ولجنة في حالة انعقاد دائم اين هو الحل خروج بسيناريو انا للتصريحات قدامي سيناريو يصحح الاوضاع ويضع الفريق في المكانة التي يفتحقها طب ما احنا كان قدامنا السيناريو يعني انا لو باخن نفسي في الكلام اللي انا بتذكر كل الاحداث اللي مرت خلال شهر يناير اللي هو عد اكينه سنة شهر يناير ده كان اهم فترة انتقالات لنادي الزمالك نادي الزمالك لغاية دلوقتي ما احترامي لكل اللي موجودين مش عارف يخلص في مطشواته عشان ما فيش سترايكر يخلص وكبت ان اقرأ عبد المجيد هابا معايا وهيتكلم في النقطة دي ما فيش سترايكر في نادي الزمالك قدر يملل الفراغ للمصطفى محمد سابه انا ست مصطفى محمد قبل نهاية شهر يناير بـ 48 ساعة طيب انا ست مصطفى محمد النادي كما يقيل انه هو استفاد مديا وبعض الاقاويل بتقول ده ده كان فيه عروض اكتر من سنة ايتيان من فنرباخشة وجلت سراي كان فيه عروض اكتر من النادي اللي مصطفى بيلعب فيه دلوقتي في سركيا مش موضوعنا انما لكن افريقيا كلها ما انجبتش مهاجم اللي نادي الزمالك معرفش رشوحة وانا عارف ان الاستيس خالد رفعت من الناس المحترمة كان عنده بعض المهاجمين اللي يليقوا فعلا بنادي الزمالك وحاذوا اعجاب كابتن اشرف قاسم انما شخص معين بعينه الناس كلها عارفها ومش عايزة يديره اكتر من حجمه وبيطلع في اي لقطة وبيطلع في اي شو ومش هموا كلام الناس والناس فاكتة عليه مش عارف ريه وهو مالوش تاريخ مع النادي الزمالك طالع عرضه زي ما عرضه في موضوع الرفس زي ما راح يشتلى لفس مش هو الاسم من المحل والعيبة اشتكت من خامة الرفس اليوم ما راحوا مطش تنجيس مش كده ان هم بيصدروا الازمات دي لنادي الزمالك النادي الاهلي مش بنشوف الازمات دي يا جماعة النادي الاهلي بنشوف ضغطية على الازمات انما نادي الزمالك بنشوف ابراز الازمات عن طريق مسؤوليه سواء عضو لجنة انفيزية اداري سابق في الهندبول انتو عرفتو كل الكرم ده طبعا انا مش عايز اطول عشان هناخد كابتن اقرم عبد المنجيد معانا في الفقرة التباية ثم هنستقبر الصحفي الكبير الاستاذ وليد كساب ده اول مرة طبعا عشان هيبقى معانا سؤال مصيري وهناخد به ايجابات الناس على السوشيال ميديا وهو الزمالك الى اين وفعلا نادي الزمالك الى اين يعني انا ماجي فكر في تصريح وزير الشياب والرياضة مبارح او بيان اولا معالي الوزير مع كامل احترامي ليك انت عملت انجازات هيدا سواء استطلافة كسر العالم للاندية كسر العالم للهندبول بالتعاون مع الكابتن هشان ناصر طبعا اللي تم تجميده وان وزارة الشياب والرياضة ما دفعتش عنه نادي الزمالك نادي الزمالك اعتبر كيان جديد انشئ منذ 911 واحترامي للجميع نادي الزمالك هو اللي بيشر الناس لما يجي يقول على جماهير نادي الزمالك انهم بجان لا لازم يبقى فيه وقفة نادي الزمالك جماهير ومش بجان نادي الزمالك جماهيرها جماهير نادي الزمالك بتاع شئ النادي قاعدت التمن سنين العجاف مع الرئيس نادي الزمالك الأسبق مندو حباس فضر الكل سنة تشجع الزمالك أكتر من السنة لأبليل ما ينفعش على آخر على آخر تصريح كده دي واجه نرجع أقول أن جماهير نادي الزمالك رجال فيه سياسة فيه سياسة أقول أنتص غضب الناس هنعمل على إيجاد الأزمات هنعمل على إيجاد الحدول هنتكلم مع اللجنة بصفاتنا ناس متمثلة من الدولة إن إحنا نهدي إنما انت كده أشعرت النار أشعرت النار في الحدث يعني الموضوع ما كانش يلف ده أول حاجة تاني حاجة للأجنة دايما بترسع تقول في إنعقاد دائم في إنعقاد دائم يا جماعة احنا هنا مش أنا مش عارف إيه إنعقاد دائم دي تتقال على يعني مش نادي رياضي دي هو إنعقاد دائم طيب إنعقاد دائم فين هي القرارات يعني هل أنا هجيب مدير فني جديد هل أنا هجيب لعب جديد وخلاص القيمة قفلت ومشكلة في حاجة إن دلوقتي بيان وزارة الشاب والرياضة قال لك الانتخابات وده السيناريو اللي أنا عايز أكلم من نسعة دي ودي آخر حاجة هناخدها قبل ما نروح للكابتن أكر طبعاً لو معنا مفروض هيبني معنا مدخلة مهمة لكن لسه مش لسه مش عارفين المدخلة هتخش معنا وداء بيان وزارة الشاب والرياضة اللي أصدر اليوم عن مصير انتخابات الأندية اللي هتقام ما بين شهر سبعة لشهر عشر القادم بعد الدورة أولمبية لو هتكلم عن نتي الزمالك وطبعاً البيان ده تبع مخصوص عشان حط اللغة اللي موجودة في نتي الزمالك أنا لو جيت عملت انتخابات نتي الزمالك في نص سبعة مع أنها قانوناً قانوناً خطأ وهقول لك وليه دلوقتي الناس المنتخبة هتسترم في شهر ثمانية على ما تجيب موارد للنادي نص ثمانية أسبوعين هل حقرم المركاتو الصيفي واخدش بيه دوري عامو أفريقيا والله أنا ما مهد بأي حاجة والله أنا بتكلم بالعقل يعني هتقول لي انتخابات في شهر خمسة وتبسسنا ايه اقول لك ماشي ناس المنتخبة هب عندها وقت انها تشتغل في المركاتو الصيفي لما انت بتجيب ناس على قبل مركاتو بشهر لغاية ما يجيبوا عقد رعاية محترم ويحصروا الاشتراقات ويحصروا ايجارات البوتيكات ويطلعوا على كل المدفات السابقة من لجنة المعينة مش اقل من شهر العملية دي مش اقل من شهر يعني مستشار مرتضى لما جيس تلم النادي بعد دكتور كامالدار ويش المجلس المعين قاعد ثلاث شهور ملكاتو الصيفي خسر من فيتا كلاب مع كابنان حسام ابراهيم خرج من دوري ابطار افريقيا كان جيه على فريق مهلهل جاي بـ 18 لعيب في ثلاث شهور بعد عقود الرعاية والشركة الرعية وكل حاجة لغاية ما بدأ في الدوري ما جيش قبل الدوري بشهر طبيعي الناس المتخبة هتحتاج وقت وإلا هيعاد سيناريو ندي سمالك 2005 عن طريق إذا أنا هقوده فرضا كان هناك قضايا بصارة في مجلس الدورة هو الجهة الوحيدة لأي حد ممكن يلجأه في حالة ان القرار بيشوبه العوار الإداري او خطأ إداري القانون فرضا ان زي ما سمعنا ان مجلس الشعب هيعدل في قانون الرياضة سنة 2017 هيبقى من حق اي حد يطعن على نتيجة الانتخابات الجاية ركزوا معي في النقطة دي انتخابات هتقوم في شهر ثمانية واحد يرفع قضية يكسبها في شهر 12 يتعين مجلس معين يتحذر مجلس معين يتعين من انتخابات يتحذر الانتخابات يجي مجلس معين نقعد ثمان سنين لغاية لما نادي الزمالك يعود الى مكانته اظن ان النصر حكيمة والرموز اللي احنا اللي بنسمعش ثوتهم اظن ان هو حان الوقت اللي هم يتدخلوا والناس اللي اسمعنا ان هم هترشحوا ممثلين واعلميين ورجال اعمالهم مفيين دلوقتي ولا هم بيطاع قبل الانتخابات بشهر كانوا فين في يناير مش من حق يعني انا مش من حق ان اقول لك اتبرع ولا ما تبرعش دي فلوسك بس انت لجي تقول ان ده بيتك وان انت هتوقف جنبيه تحت اي مسمى يا سيدي ما تتبرعش كنوع من المساندة المادية هات راعي افكار الناس دي فين انا بفكر مع الناس يا جميع يا جميع ما تخلوش اي حد يضحك عليكم خلينا نفكر بعقلنا انقذوا نادي الزمالك قبل فوات الاوام وانا من رأيي بداش رحيل باتشيكو راجل حافظ الفريق وثنين النادي ما فيهوش موارد وما فيهوش ناس عارفة تجيب موارد ما احترامي لذي هو عماد عبدالعزيز راجل محترم وقدم فالاحترامي كان هو شغال له وحده ما احترامي لكل اللي بقين نوع عماد شغال له وحده ما حدش بيساعد طبعا الاستيس خالد ريفعت لكن احنا عارفين مين اللي بيحاول ان هو يشنكله بالبلد ومعروف بنقيه حتى في كل الصور يد شغال سلة شغال طائرة شغال كورة شغال هوكي شغال بنج بونج شغال جمعية عمومية شغال في اي حاجة فيها صورة سفلية شغال يطلع يقولك انا طالع على حسابي اول ما حد بيطلع يقول في المواقع انا طالع على حسابي بعرف ان هو طالع يا سيدي مش مشكلة ان اقتلع على حسابي النادي التبادل في الادارة فحسابك مع ربنا في الاول وفي الاخر وجمهي النادي الزمالك تعرف تحكم ما لها وما عليها والتاريخ هيحكم بما له وما عليها نطلع على فاصل ثم نستقبل كابتن اقرام عبد المجيد هيتبقى معنا الفقرة لغاية الساعة واحدة ثم هنستقبل الصحفي الكبير الكابتن وليد الاستاذ وليد كساب وموضوع الحلقة ازا مالك الى اين فانتظروا اعزائي مشاهدي برنامج الملعب عدنا من جديد بعد الفاصل ومعنا طبعا نجم نادي الزمالك وكورة المصرية السابق كابتن اقرام عبد المجيد كابتن اقرام شرفنا النوردي ونجم نادي بلدية طبعا حبيب ابو حميد انا سعيد ان انا موجود معاك النهاردة وتحياتي لكل المشاهدين وانا طبعا سعيد ان انا ابن من ابناء بلدية المحلة واحد يعني محبي نادي الزمالك طبعا واحد تعتبر برضو احد نجوم نادي الزمالك انا مشجع من مشجع نادي الزمالك كابتن اقرام طبعا احنا النهاردة موضوع الحلقة الزمالك الى اين بسبب الاخفاقات الى نادي الزمالك بتحدث له سواء بقى الهزيمة من التراجي التعادلات المتتالية في الدوري المصري سواء ودي ديجلة او التعادل في افريقيا يا مام تونجيس اللي هزم من الموضوع دية في السنغال واحد سفر انما عايز ابدأ مع الجيل الجديد اللي ما شافش اقرام عبد المجيد وجيل الجميل بتاع كابتن اقرام عبد المجيد وكابتن محمد صبري وكوكبة من النجوم جيل روت رول خالد الغندور سامي الشيشيني وياحيا نبيل ومحمد احمد عبدالله وطرق مصطفى وسامة نبيل ومحمد القط لا لا ده كتير وعب حميد بسيوني عبد الحليم علي عبد الحليم علي جي تاني سنة ودوماني جي تاني سنة لكن اللي احنا في السنة اللي احنا كنا فيها كانت المجموعة دي موجودة ومتحة عبدالهادي وانا مش عزا ننسى يعني احنا العادل نقدي من عاديك بقى كلمني عن الجيل ده خصوصا ان الجيل ده كان بداية يعني الجيل ده فك نحصه قدامي الاهلي بداية ماتشي اتنين واحد اللي هو كله بالي كله بالي ماتشي كله بالي وبشير التمعي ومن ساعتها بدأ كسابنا كاس الكقوس الافريقية والدوري ودخلنا في العصر الدهدي تاعة الفين لألفين واربعة كذبني عن الذكريات الجميلة دي كابتن اقر يعني ما انا بقولك الحقيقة هو كان الفترة دي كان حصل يعني في 97 في 96-97 كان الجيل اللي هو اللي هو فريل احلام كان بقى بطل منه كان كابتن احمد الكاس كان رجع لولومبي كان فيه مجموعة كبيرة كابتن اشرف قاسم كابتن يعني كابتن احمد رمزي العجال دي كلها كانت بطلت في 96-97 جينا احنا بقى بمسار روت كورول جاء عمل جيل جديد يعني وعمل توليفة جديدة اختار مجموعة من الشباب مع مجموعة من الخبرات كان كابتن سمع ليوسف كامل معنا كابتن اصاب مرعي فكانت عمل توليفة كده حلوة لكن المشكلة بس ان هو كان حتة كان محتاج معه معدي بدني لكن هو كان من ناحية بدنية كان بيدوس علينا جامد قوي لدرجة ان كان بيبقى فيه حصل عندنا اصابات لكن هو كان مدرب بترينر كان مدرب كويس في الفترة دي خدنا بطولة افرق اسياوي معاه وبعدين ميشي في السنة التانية خدنا بطولة كاس مصر مع كابتن أبورجيلا كابتن محمود أبورجيلا وبعد كده بقى يعني جي بعد كده كابتن حسام حسن وجي عبد الحليم علي وبدأت وحزم امام وبدأت بقى الجيل الزهبي من فترة 2000 لحد 2005 الناد الزمالك بدأ يعني عصر الزهبي العصر التاني برضو حصل برضو في 2005 بدأ الناد الزمالك المجلس درها يتحل وبدأت يحصل مشاكل وبدأت تدخل تاني والمحاكم نفس اللي بتكرره بيحصل دلوقتي بدأ بيحصل تاني يعني اللي حصل في 2004 1995 حصل في 2005 بيحصل دلوقتي في 2021 على نادي الزمالك كل ما نادي الزمالك بيبدأ ياخد يعني عصر زهبي بيبدأ يحصل له مشاكل تعرف انه ما حصلش في اي نادي في العالم كم الحل والتدخلات اللي بتحصل في نادي الزمالك يعني في بعض المؤرخين واللي معهم الأرقام قالك ما فيش اي نادي في العالم ولا حتى في مصر اتحل زي ما الزمالك اتحل الزمالك اتحل مش أقل من 3-4 مرات لا أكتر من 4 مرات يعني ده على المر الأسور اتحل كتير انا بتكلم بقى يعني الفترة دي كان خدنا البطولة كان معنا جل جيد جدا وكان فيه طرق السايد كان لسه طالع برضو كان موجود وكان فيه لعبة كتيرة كانت موجودة معنا في الفترة دي عملنا إنجاز كويس واشتغلنا شغل كويس لكن برضو كانت لسه التوليفة كانت لسه جديدة فالفترة دي ما خدناش غير البطولة الأفرق سياون يعني كاس مصر والدوري برضو يعني نتيجة لسه كانت الخبرات لسه ما كانتش موجودة لأن انت عامل جيل جديد من اللاعبين فده أثر شوية على بعد كده بدأ ييجي بقى التدعمات الجيدة شوية بشوية 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 لحد ما جمعوا بقى كابتن حسام وكابتن إبراهيم ووليد سلعب لطيف وعبد الواحد وعبد الواحد والأباني وبشير التابعي فبدأ جيل قوي يعني جيل قوي بدأ يحصد بطولات لنادي الزمالك بطولات بقى أفريقية وبطولات محلية وبطولات دوري فده بدأ يبقى العصر اللي اذهب لنادي الزمالك طب كابتن أكرم في العصر ده كانت تعتبر أخذة بطولة ريك في عصر التسعينات أو في الجيل إذا انت عصرته هذا هي كاس مصر الغالي أمام نادي الإسماعيلي تلاتة واحد ولا الأفرق السياوي ولا بطولة تانية لا الاثنين 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 بطولات غالية أنت بتاخد بطولة مع نادي الزمالك سواء كاس مصر أو سواء الأفرق السياوي الاثنين بطولات غالية بالنسبة لي وبالنسبة لنادي الزمالك أنا خدت بطولة الكاس الاتحاد المصري مع نادي القناة في 2000 لكن برضو لا تساوي ولا تقارن بالأفرق السياوي أو تكرم بكاس مصر يعني دول بطولتين هما الأغلى في حياتي في تاريخ الرياضي هما الأغلى يعني أنا البطولات اللي كانت قبل كده أن أنا سعطت بلدية المحلة من الدرجة التانية للممتاز به ومن الممتاز به للممتاز ألف ووصلت بيوم لنهاء كاس مصر مع الزمالك لما في المباراة اللي هي مع عبد الحلم عالي في 2002 وبرضو وصلنا لعبنا في بطولات الكونفيدرالية وصلنا لدولة الثمانية دي كاس قوس ساعتها أيها اللي هي أبطالي الكوس لأن الزمالك كان واخد الدوري والكاس في الفترة دي فإحنا لعبنا في الكونفيدرالية بدل النادي الزمالك الفترة دي وصلنا لدولة الثمانية في بطولة الكونفيدرالية يعني برضو حققت إنجازات على قدر المستوى اللي أنت بتلعب فيه لكن مع ناد الزمالك لازم تحصد أكبر عدد من البطولات طالما أنت موجود في نادي الزمالك طبعا أنت لما تروح نادي الزمالك رايح تحصد بطولات يعني لازم يكون هدفك أن أنت تاخد بطلقة فعشان كده أنا بقول للجيل الحالي أنت في مكانة وفي ظروف أحسن من أنت كنت فيه طبعا بكتير يعني أنت دلوقتي المستشار مرتضى منصور الحقيقة كان عامل فرقة كويسة ومدعم كويس وعمل نادي اجتماعي محترم وعمل شغل كويس يعني أنا دلوقتي أنا بتكلم يعني المستشار مرتضى منصور مش موجود أصلا في نتزمالك عشان كل ما كنت لما بتكلم قبل كده كان بقولك كنت بتكلم عشان يعني بتملك المستشار مرتضى منصور لا أنا دلوقتي بعد ما هو مشي لا هو كان فعلا حاجة كويسة في نادي الزمالك واعتبر من أفضل رؤساء نادي الزمالك اللي جوم في تاريخه وعمل شغله كويس يعني الحقيقة يعني أنا بعت له التحية سواء رجع أو يعني ما حصلش أنه رجع عمل عمل كتير لنادي الزمالك كفاءة أنه عمل الجيل اللي موجود دلوقتي جيل بيلعب كرة بتمتعنا وانا زي يعني لما احنا بنتكلم أنا مش خايف على نادي الزمالك يعني من كلاعيبة أو ككورة أو كفنيات قد ما أنا خايف على الناحة الإدارية يعني المشاكل الإدارية هي اللي بتأثر على الناحة الفنية بالنسبة لعبة نادي الزمالك يعني لعبة نادي الزمالك الفترة اللي فاتت دي بيقدوا كرة على أحسن ما يكون لكن اللعبة دمخها مجغولة والزهنها مجغولة وفيه مشاكل كتيرة بتحيط باللعبة وغي إلى جانب كمان الإشعاعات بتاع زي زماشي مش عارف ما فيش تجديد لساسي بنشارك إيه بيفكر مش عارف إيه بنشارك إيه مش عارف إيه دا فلان كذا مشتتين توجي الميديا لها تأثير طبعا ما كانتش موجودة أيامكم نحن كنا لأكثر حاجة كان التلفون يعني التلفون الأرضي ما كانش كان بتتحبح منكم في المعسكرات لا ما كانش تلفون إذا احنا كان التلفون المحمول ما كانش لسه طلع ش الستدع كان لسه كله كان بالتلفون الأرضي فدلوقت الدنيا اتغيرت خالص السوشيل ميديا يعني صعبة جدا جدا وبعدين تأثير السوشيل ميديا على أصحاب القرار دا الأخطر كمان يا أحمد لأن انت لما تتأثر بالسوشيل ميديا انت كصاحب قرار أو انت اللي بتشتغل في المكان ده بيبقى ليه توابح خطيرة أنا لازم أشتغل بطريقة علمية وبطريقة صحيحة وأحصد النتائج بعد كده إنما الجمهور أو اللي بيبقى قاعد ده بيتكلم اللي بيتكلم غير اللي بيبقى في وسط العمل يعني طبعا دي جوة المطبخ دايما بيالك دي جوة المطبخ هو فهم أكتر طبعا أنا لما أكون مدير فني أنا أحفظ لعبتي أنا عارف اللعاب الكويس عارف اللعاب التعباء اللي هو تعبان عارف اللعاب المصاب عارف اللعاب المجهد عارف اللعاب اللي أنا هستفيد به النهاردة عارف اللعاب اللي أنا هلعبه ساعة أو نص ساعة أو ربع ساعة أو شوت أنا ببقى عارف مطبخي وعارف كل لعاب إيه اللي أنا قدر أتعامل معاه أنا بقى اللي أنا بتفرج لما أنا بتفرج بقول طب مش عارف بن شرق ما لعبش ليه طب أنت بتعرفش ممكن أنا بديله حتة تأديبية وممكن أكون بديله حتة يعني مثلا أنا بديله راحة عشان ينزل ليه بقى كويس عشان يبقى ينزل ليه غير للنتيجة سواء كان ساسي أو أي حد أنا ممكن أعمل إن أنا أعاده على ديك نحية تأديبية أو ممكن ألعبه إن أنا بلعبه شوية شوت وعشان فيه هعمل بديل أنا اللي ببقى حاطة السيناريو هات بتاعت أنا كمدرد لكن أن أنت بتقعد تقول بقى على السوشيال ميديا ده غلط في التغيير ده غلط في مش عارف كذا ده غلط في كذا طيب تعال أنت وخليك في مكانه وهنشوف أنت هتعمل إيه قمتان أقرأ مسألك سؤال اللعيب فعلا بيبقى حاليا أنت تفتكر أن اللعيب تنادي أسمادك بيمنشغلين مثلا أنه هو في مجرس وناس مشية وناس هتيجي وهياخدوا فلصهم منين ولا ملهمش دعوا بالكلام ده ويبقوا معزولين لا أصلا أنت بص أنت هل هو معزول عن السوشيال ميديا هل هو معزول عن الشرع المصري هل هو معزول عن الناس اللي بيتعامل معها طبعا اللعيب بشر وبيتعامل مع الناس وبيبقى عارف كل اللي بيدور وعارف كل الكلام اللي بيتقال وأنا لما مجلس الإدارة بيتحل أنا نفسيا كمان بتأثر وبقى يعني بعض أفكر إيه اللي هيحصل طب المشاكل بتاعت إيه اللي هيحصل فيها طب فلوسي طب كذا طب كذا فاللعيب طبعا هيبقى مشغول وإن كان يعني الدول اللعيب محترفين برضو المفروض ما يتأثروش بهذا يعني بهذه الطريقة المفروض لكن احنا برضو ما عندناش الاحتراف اللي هو الكامل يعني انت برضو بتتعامل مع لعيبة محترفين لكن برضو بعقلية الهوا انت عندك المتش في غزل المحلة انت ضيعت فرص كتير قوي ضيعت فودي دجلة فرص كتير قوي في ملودية الجزائر فرص كتير جدا كل الفرص دي تمجيز فرصة ما تدعش في آخر دقيقة أنا بتكلم احنا بنضيع كمية فرص يعني وترجع تاني تقول بتشيكو عنده مشكلة بتشيكو ما عندهش مشكلة النحية الإدارية فيها مشكلة اللعيبة عندها مشكلة اللعيبة بتفكر في حاجات تانية اللعيبة برضو بيحصل عليها تشويش من الإعلام ده فلان ماشي ده فلان قعد ده كزا ده مش عارف من هيجدد من مش هيجدد ده كزا ده فلان قعد مع مش عارف مين وفلان قعد مع مين الحاجات دي كلها بتخرج لعيبة بكورة وبتخرج لعبة الزمالك عن السياق اللي هي فيه لكن احنا دلوقتي بنتكلم لعبة الزمالك احنا عندنا ثلاث ماتشات مهمين مفيش بنت يضيع انت لو كسبت الثلاث ماتشات انت سعدت بدون النظر لأي نتائج تانية وهو ده اللي انت اللي مطلوب منك الفترة دي زي ما حصل السنة اللي فاتت في الكونفدرالية وخدت البطولة رغم ان انت كنت في الأول وكان الكل بيقول ان نادي الزمالك هيخرج من الكونفدرالية حصلت رومونتادة برجال عندهم عزم وعندهم ارادة انهم عايزين ياخدوا البطولة فعلا تحق لهم اللي ارادوا وخدوا البطولة انا شايف ان لعبة الزمالك تقدر اللعبة اللي موجودة والسكوادي اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي يقدر يكسب اي فرقة في افريقيا سواء كانت جوه مصر او بره مصر وقادرين انهم يكسبوا الثلاث ماتشات ان شاء الله ونشوفهم ان شاء الله في المباراة نهاية ووغدين البطولة كمان ان شاء الله كابتن اقرب نتكلم على الضقاء التراجي والهزيمة تلاتة واحد عضا رادس والعادة ان نادي الزمالك امام التراجي بعد دربعة وتسعين كعبه عاري على التراجي يعني الفين وثلاثة اثنين وثنين قصدي مع كابرار نادي الزمالك تعادر واحد واحد في تونس وكسب هنا واحد سفر بهدف كابتن ميتهاد عبدالهادي دوري ابطار العرب كسب تلاتة سفر هنا مرورا بدوري ابطار افريقيا مع كابتن فاروق جعفر بردو كان التراجي هو تمامة الحظ بتاع الزمالك وتأهل والسنة اللي فاتت بردو نادي الزمالك كسب التراجي في السوبر تلات مرات السوبر وفي دوري ابطار افريقيا حاليا نادي الزمالك بيهزم بنفس الجيل بنفس اللعيب اذا كسبه التراجي السنة اللي فاتت تلاتة واحد وإذا قاء بدون جمهور قاء العام الماضي كان مجمهور في رادس إيه هي الأسباب؟ ما أنا بقولك هي الأسباب نفسية الفنية جوا ما دعا ما أنا بقولك هي الأسباب نفسية النحلة الفنية بقى إن اللاعبة كانت يعني عارف دخلين بالحتة بتاعت إيه إن إحنا كعبينا عالي إن إحنا هنكسب إحنا خلاص راحين هنكسب هنكسب الترج بالنسبة لنا بنكسبه في أي هنا أو هناك وكعبينا عالي عليه الماتش كان سهل في الأول زمالك ضيع فرص كتيرة فأنا لما النادي الزمالك بيستسهل الماتش أو الماتش بيبقى سهل وبيجي لهم فرص كتيرة أنا بحس يعني زي ما بتقول إيه بحس إن اللاعبة بدأت تستسهل المباراة فبتلاقي إنها يعني إنها الإرادة والعزيمة بتقل شوية فبيحصل تراخي فبتلاقي بيجي فينا جول رغم إن أنت الأحسن والأفضل والمستحوز وإنت اللي مضيع فرص كتيرة في نفس التويد ده بيجي في الجول هم ديهم ثلاث فرص بثلاث أهداف حتى في مباراة النهاية أفريقيا لا في مباراة اللي بتاع الأهلي في النهاية أفريقيا النادي الزمالك اللي مستحوز واللي مضيع والأحسن والأفضل والأفضل وبعدين تيجي تبص تلاقي كرة غريبة بتحصل خطأ غريب بيجي في الجول الحاجات دي لازم لعبة الزمالك تبقى مركزة لأن أنا رجل لعب بلعب على بطلات أنا سكواد ما ينفعشي غير أن أنا ألعب على رقم واحد لعبة الزمالك بوجود طريق حامد يعني أنت زي يعني لما جدت تشوف لعبة الزمالك أكتر لعبة جالها عروض في العالم كله يعني في مصر أكتر لعبة جالها عروض لعبة الزمالك ليه لعبة عندك لعبة إمكاناتها كلها عالية سواء كان ساسي سواء طريق حامد مصطفى محمد بن شرقي زيزو ونجم لعبة كلها نجوم لعبة كلها إمكانات كويسة طيب إحنا عايزين بقى اللعبة دي تجانس لا يبقوا رايبين من بعض لما أبقى في الملعب لازم أبقى أنت عارف لما في فترة كارتيرون كلنا بنبقى مع بعض كلنا بندافع مع بعض كلنا بنهاجم مع بعض فإحنا عايزين يبقى عندنا إصرار وعزيمة على المكسب دي برضو مهمة جداً إنما اللعب اللي هو أن أنا بلعب كرة حلوة بس ده برضو يعني أنا مختلف شوية في حتة أن أنا ألعب كرة حلوة وفي نفس الوقت كرة تجارية اللي هي بتكسبني اللي بتديني التلاتة بونت اللي هي أن أنا أخد البطولات يعني فاكر البرازيل زمان لما كانوا بيلعبوا كانوا بيعودوا لعبوا كرة فاني السامبة آه كرة ممتعة وكرة جميلة دي أتعرفت بالسامبة بعد كده أيوة فبعد كده لما بدأوا يراجعوا نفسهم إحنا بنلعب كرة حلوة بس إحنا ما بناخدش بطولات كتير طب ما إحنا نركز شوية نلعب الكرة التجارية عشان ناخد بطولات فبدأوا يهتموا بالنحية الدفاعية وبدأوا يتموا بإحراصة المرمى ما بقتش الأمور الفنية الجميلة في الكرة ما بتشتظهر خلاص لا بتظهر بقى على فترات لا يعني بيظهر مثلا إيه مش كل الفرقة بقى كلها لعبة كرة شو لا يبقى مثلا عند واحد ولا اتنين اللي هم بيمتعوا الناس لكن احنا بنشتغل شغل تكتيك وضغط ودفاع وناخد بطولات فبدأت البرازيل تاخد بطولات كتير في الفترة الأخيرة كذلك ألمانيا ألمانيا بتاخد بطولات ليه لأن بتهتم بالشك الدفاع كويس وبلعب ولما بجيب جول ما بلعبش بقى مثلا هي أجيب جول وادلع يجي فيها التعادل أو أجيب جولين وادلع يجي فيها التعادل لا لو قدروا يجيبوا جول واثنين وثلاثة واربعة زي ما شفنا في كاس العالم لما بيلعبوا البرازيل في البرازيل مش جابوا جول واثنين وثلاثة بس الأجاب واربعة وخمسة وستة وسبعة يعني لازم أنا يبقى عندي إصرار وعزيمة أن أنا أجيب جول او مدرب مصري ولا مقدرش اقول ندعم اللعيبة بالعيبة جديدة عشان فترة الانتقالات عدت والعيبة اتباعت والعيبة ما جاتش وشغل الناس مش راضي عنه ولا نجيب مشرف على كرة جديد وانا مدير كرة جديد الازمة فينا يا كابتن اكرم الفنية جوه الملعب يعني لو هنتكلم على المدير الفني او اللعيبة او القائمين على الكرة الحل ايه؟ هي الازمة الفنية جوه الملعب بقولك سببها الحالة النفسية برا الملعب انا لازم اقفل على فرقتي لازم احوط على الفرقة واخلي كل تركيزي ان انا اركز على الناحة الفنية جوه الملعب لكن انا المشكلة اللعيبة بايدة برا الملعب وبعدين في حاجة تانية نقطة فنية برضو احمد ان انا مشيت مصطفى محمد في توقيت ما عنديش البديل ليه يعني انا كنت ماشى عمر السعيد ماشيته وماشيت محمد وماشيت مصطفى محمد وماشيت اوناجم ورزاق سيسيل مفروض يرجع كان يرجع في الفترة اللي فاتت ديات بدل احداد ما يرجع مثلا ارجع عبدالرزاق يبقى عندي الخط الامامي خط قوي كل الناس بتقدر تجيب جول انا عندي مصطفى محمد لما مشي بقت الامور صعبة بالنسبة لي مين اللي هيدع عم مكان مصطفى محمد فدي برضو عاملة مشكلة بالنسبة لمروان وعملة مشكلة بالنسبة لوسامة فيصل وعملة مشكلة بالنسبة لسيف الدين الجزيري فالمشكلة سيف الدين الجزيري مش مقايد افريخية لا انا بكلم عن محليا محليا انا عندنا المشكلة ما حصل المشكلة عندنا ودي دجلة نفس النظام غزل المحل حصل نفس النظام فأسوان حصل نفس النظام ما هي هي ما انت في الدوري في بطولة أفريقيا وفي الدوري بيحصل ان انت بتضيع فرص كتيرة ما عندكش مهاجم يلي ترجم احنا اصلا انت بنسألك الحاجة الكرة الحديثة دلوقتي يا أحمد ما بعتمدش على الفروض الصريح بس لكن احنا في الزمالك كنا معتمدين على المصطفى محمد في الفترة الأخيرة فلما مصطفى محمد ميشي فبقى عندك في مشكلة انما الكرة دلوقتي من اللي بيجيب الأهداف في كل دقيق عنديت العالم لو مسيكنا ليفربول المين اللي كان بيجيب الجوال ومين اللي بياخد البطولات صلاح ناحية المين ومنين ناحية الشمال في مرشستر سيتي كان رحيم ستيرلينج ومش عارفه المهم الناس اللي بتيجي من تحت هي الأكثر تهديفة الفرقة السلاسي اللي بيبقى تحت المهاجم بيقدروا يهدفوا بيقدروا يصلوا الجلو ويجيبوا جوال ما بيضيعوش جوال كتير ده الفرقة اللي بتبقى عندها نسبة التهديف بتبقى كبيرة انت لو جدت شوف كل دول العالم دلوقتي الرأس الحربة الصريح مجرد انه بيتحرك وبيسهل للناس اللي جاية من تحت لو قدر يجيب جول ده حاجة مفيش مشكلة لكن مش الاساس انه هو اللي بيجيب جول الاساس ان الناس التلاتة المركز عشرة والوحداشر وسبعة هم اللي بيكملوا وهم اللي بيحرزوا الهداف عشان كده الأندية اللي بيبقى عندها المراكز دي قوية في إحراز الهداف هي الأندية اللي هي بتقدر تكسب البطولات فاحنا عندنا مشكلة في الحتة دلوقتي زيزو مستوى منخفض بن شرقي مستوى منخفض أوباما على فترات الفترة الأخيرة فرجاني أداءه كويس بصراحة مات التراجي كان كويس بس برضه دماغه ما تحسش انه هو بس هو يمكن اكتر واحد محترف فيه شوية انه هو لغاية اخر عقده بيدعب مستوى يعني مش هو الفرجاني ده في الأول لكن هو برضه موجود يعني بيلعب وبيعده كورته كويسة وكورته جميلة طريق حامل لا طريق ما شاء الله طريق حامل راجل بستوى ثابت حتى لو هو في مبرامج موفق من ناحية الكورة بتلاقيه بيقاتل وبيعوض ديه بالنوع بيقطع وبيسلم وبيقاتل على كل كورة بيبزي المجهود فوق طاقته يعني بصراحة شابو يعني أو زي ما بنقول تحية لي حاجة محترمة يعني ياريت يبقى عندنا مثلا بقلب طريق حامل كده يبقى عيبة كلها بنفس القلب ده والروح دي هتلاقي نادي الزمالك في حتة تانية خالصة طب انت لو كتش دلوقتي تغير مين في الخط الأمامي وتعمل تعديلات يعني مثلا هل هتشير بنت شرقي وانت تثبته بحط مكان وحاجر المشكلة في حاجة المشكلة في حاجة يعني زي ما احنا قلنا السوشيال ميديا بيعمل مشكلة المشكلة هي ايه ان انا لو جيت اعمل اللي بن شرقي مثلا بريحه بريحه او بعقبه او بعمله اعادة تأهيد 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 نفسي او تأهيد او تأهيد نفسي او تأهيد تأهيد طموح او تلاقي الناس يقولك ايه ازاي تقعد بن شرقي واتطلع مش عارف مين سيب المدرب يشتغل انا دلوقتي انا في الفترة دي بن شرقي مش مركز كويس يبقى لازم يريح وينزل حد تاني يشتغل يبقى عنده طموح زيزو مش مركز ممكنة برضو وبرضو الحتة الاعدات النفسية يعني مش لازم ان انا فيه لعيب مثلا تقعد معه تكلمه ترفع معنوياته وتكلمه من ناحية نفسية تبدأ برضو تساعده ان هو يرجع تاني مش شرط ان انا اقعده يعني فيه ناس تقعدها بعد كده ترجع كويسة وفيه ناس تكلمها تعدل لها الحالة النفسية بتاعتها وتجدد طموحاته فانا انا وجهة نظر يعني ان انا لازم اسبت راس حربة بقى يعني تفاهم يعني ما عودش كل شوية احط مروان وبعدين اشيله وبعدين احط اوسمه فيصل وبعدين اشيله وبعدين احط سيفدينكزير وبعدين اشيله لازم احط فرود وديله السقة ان هو موجود وبيلعب طب لو الضعيبة فطرة تتماطل زي ما بعض الجمهور بيقود او مش بتؤدي دورها شايف ان هو ده الوقت الانسب ان يتمد اعتماد على القطاع النشرين ولا دي تعتبر مجاسفة لا احنا مش يعني مش ده هتبقى مجاسفة لكن احنا دلوقتي احنا موجودين خلي بالك احنا موجودين في البطولات لسه يعني يعني في الدور موجودين في البطولات افريكا موجودين في كاس مصر موجودين احنا لسه موجودين وبقوة وعفو المنافسة احنا مش عايزين مش عايزين نقعد نتكلم في الحتة دي اللعبة وصلها ان احنا ان احنا بعيدنا وان احنا يأسين وان ان انتوا وحشين وان ان انتوا لا لعبت الزمالك عايزين بس نكسب ماتش عايزين نكسب ماتش طول معانا في واحد حبيبك وانا سيبك انت تعمل الجس كده وتقول كان مين احد اهم اسباب انتقارك للنادي الزمالك هو معنا على الخط فانت وولي الاسم وهو سيرد عليك بش مهندس هاني زادا بش مهندس هاني زادا معنا على الخط بش مهندس فاش رفني ومنوارني يا فان بش مهندس خير يا احمد د polarized girl اصل احد اهم اسباب اننا ان ان تقل لنادي الزمالك كان البش مهندس هاني زادا رقم واحد والدكتور كمال دلويش creates انتوا الاتنين كانت أحد أسباب انتقال الناتزة مالك الحقيقة أكرم الأول أنا طبعا مبسوط أن أنا شوفتك المهاردة أنت من الجيل اللي أنا بعتز اللي أنا في التماع اللي أنا أعتز بيكم الأول بعد إثناء قناة أنا بعزي كتور عبد الحميد التوفيق طبعا وفي وفاة شقيقه طبعا وأقوله ربنا سبحانه وتعالى ويبقى آخر لحزانة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة لأكرم أي أكرم كان في جيل أنا ما شوفتش فيه كان مطاقية عني وانتهى التواضع للطلبات المالية كان جيل محترم جدا جيل بيعش ألفانيلا الضيضة في ظل الإمكانيات الأولية لأحنا ما كانش عندنا لا تنبيع ضداء ولا زي دلوقتي برامج رياضية كان كل اللي موجود برناميجين ثلاثة في الأسبوع الله يركمه كافل طيب الزومر والكاميرا في الملعب كان هم أدود يمكن البرامج ما كانتش لسه فيه فلوس بالطريقة اللي موجودة دلوقتي الحياة كان أكرمه كان معاه وثمانة بيك كباتهم كلها وكان مع أحمد عبدالله وطرق مصطفى وطرق مصطفى ونادر السيد كان لسه طالة ومسحة عبد النادي كان لسه ضاير الحياة فئرة أعملت معروف الثلاثة جميع بيثاً في وسط الإمكانيات وحنا طلعنا يمكن الثاني بعد ما لي والموكسين ثلاثة والموكس الموكسين الثلاثة أكثر لو تادر مع الأهلي لو طارق مصطفى جابت بول الإنقراض مع الضغير فاكره بلو يفرق كتير قوي معنا كان ساعيتها أحد أسباب أن النادي الزمالك يعود لحده طبيعية باش مهندس أن كان فيه انتخابات في 97 قعد مجلس إدارة لغاية 2001 2001 لحد 2004 وده كان الجيل الدهبي بالنادي الزمالك كان فيه استقرار صبعا لو الانتخابات في أي جاء بذكر دايما على الآل أغلب للناس يعني دي ما مثل لو مدد 11 على الآل لو قدد 11 مش عيب 11 ملاك لكن منهم 7 8 الجمعية الأمامية دايما بكارم تجيبهم وجمعية الأمامية تعتني الزمالك على فكرة من أفضل بالجمعيات الأمامية اللي أنا سوف ده في الانتخابات بحياتي على مستوى لقيقات من شوى النقابات على مستوى حاجات كثيرة أجيب طبعا أنا مش عايز أضيع الوقت لا يا فنو تحت أمر طبعا شرف رينا ابني الغالي وأخولي الحبيب الزغير أكرم حبيب الزغير أكرم صلى الله لنا لقاء ولنا عودة وربنا يوفق وانت جايلنا كنت من نادي اللي كان بيلعب مع بلدين المخالة يحمد نادي درعب يا ألطف يا ألطف يا ألطف يا ألطف طبعا طبعا وما ديسكوش محطش خلسة أثنين بتاع أشرة قاسم ده هو حاسم الدوري المانويل أه ده هو دقاء حاسم الدوري كنت سعيد طبعا كنت موجود من هنا يا أكرم؟ أنا كنت بلعب من أجاب الجولة التاني للبلدية آه ساكر العيد القصية المهاري محمد فاروق أحمد فاروق أحمد فاروق أنا ما شكتش العيد سيوة إلا عمادة عبداللطيف وردة عبدالعيد ربنا يشبيه آه طبعا هو كان ميستر كورولي وكل سنة وانت طيبين هو ميستر كورولي كان عاوز أحمد فاروق ده وكان عاوز أنا وأحمد فاروق مع بعض كان حكاري حكاري الباشموندس بعض الذكريات الحدوة منها الحدوة ومنها السيوة بس بلايش أكبرت الأقرم في ذكرة تباش هتحبها وبعد أغلب العيبي نادي الزمالك ساعتها المصر ده ما كانوش بيحبوه عشان كان ساعتها بالأرقام النادي الأهلي كان أقوى مننا ما إحنا في اللقاء ده كان لقاء سبعة وتسعين اللي هو انتهى بالتعادل سفر سفر كان أغلب المتشاهمين ما كانوش فاكرين نادي الزمالك ممكن يؤدي أداء قوي وكان في فرصة حتى تنطرق مصطفى ضياحة في أخذ ديئة لا فيه كمان أنا ضياحة اثنين تفيدة واحدة في الشوت الأول ضياحة أنا ضياحة اثنين في الشوت الأول بس كنت مجهد جدا في المباراة ديئة ضيعت فرصتين يعني الحياة مكنش بضياحهم فرصتين من الفرص اللي أنا ما بضيعها أصلا لكن كنت الفترة كان عندي إجهد فرلود جامد يعني سريعت مطش عدمي يوميا لأ عملنا مطش كويس جدا بولا كنا نكسر هو حسام حسن ضياحة واحدة بس يا اللي جاءت لله يعني كرة واحدة بس أنا ضياحة اثنين وطريق مصطفى في آخر دقيقة ضيعة وحدة في آخر دقيقة انفراضتك انت يا كابتن أكرم من نص الملعب جات لك كرة من نص الملعب متأخرة وجاء محمد يوسف رحقك شوية نما كابتن طريق مصطفى كانش في حد وكان انفراضه في آخر خمس دقايق فرصة ليه كان صعبة قوي بس هي توفيق وعدم توفيق واحنا انت بتجتهد وبعدين كنا الفترة دي كنا الفترة دي عاملين ماتشات كويسة بس برضو كان فيه عندنا لسه فيش انسجام بيننا وبين بعض كان لسه في الخبرات بتاعتنا كانت برضو قليلة تكون فريق وفريق ده بقى حاجة كويسة كان محتاج استمرارية وبعدين فعلا انت بنيت على الفريق ده بنيت على الفريق ده وخدت بطولات بعد كده يعني انت بنيت الفريق ده سنة 98-99 وبعدين اشتغلت 99-2001-2002-2003 لحد 2005 بدأت تتكون فريق قوي يخد بطولات كتير كدت الظروف ايامكم كان برضو الاهلي مهيمن على البطولات كان صالح سليم الله يرحمه كان صالح سليم كان قوة الجميع يخشاها وكان نادي ازامريك بيتحل كان سبق 96 يتحل 95 يتحل نفس الظروف دلوقتي يعني بعد الجيل اللي هو فريق الاحلام اه اخد الدوري سنتين مع ورا بعده وخد كاس وخد بطولات افريقيا حصل حل المجلس دار بعد كده بدأت الدنيا العجلة تمشي تاني مع دكتور كمال درويش وبدأت نرجع تاني نشم نفسنا تاني وبدأنا نكون في فرقة وبدأنا نظل وصلنا 2005 ام برضو المجلس يتحل تاني بدأت الأمور تتحسن جاء المسرش المرتضى منصور الأمور بدأت تزبط تاني وبدأنا نرجع للبطولات ومنصة التتويج بدأ المجلس يتحل تاني فبرضو لازم يبقى فيه وقفة أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لازم يبقى فيه وقفة في حكاية الحل دي مش معقول يعني النازل الزمالك هو بس اللي بتحل طول السنين دي كلها سريعنا كابتن أقرم كده عايز إجابات مش دبلوماسية منك شايف مين أنسب بديل لباتشيكو أنا ضد الفكرة طبعاً لكن أنا مش معنى أنها ضد الفكرة أن أنت تتبقى معايا في رأي أنا بسألك عن رأيك كراعب كبير وليك باع في كرة القدم شايف مين الأنسب للزمالك هل باتشيكو يرحل هل نأتي بأجنبي ولا فيه مدرب مصري في الناخك أنت شايفه هو قدم مرحلة دي لا يعني الحقيقة مدرب مصري مش هينفع يعني الضغوط نادي الزمالك ماينفعش ماينفعلوش مدرب مصري يعني أنا تمنى لو فيه مدرب أجنبي يكون السيفي بتاعه قوي لكن أنا مش معه أن باتشيكو يمشي دلوقتي خالص يعني أنت ممكن تجيب حد مثلاً معاه يكون حاجة يعني مدرب عام أو مدير كورة مدير كورة مدرب عام مش بدل حد يعني ممكن حد يعني حد يبقى مش رفع الكورة مثلاً إضافة لكابتن عبد الحبيب إضافة مع باتشيكو يقوي يعني من ناحية الإدارة يعني يقوي من ناحية الإدارية لأن الموضوع زي ما قلت لك الموضوع مش فني جوه الملعب ملعب إداري أيوة الموضوع بره الملعب نفسي وإداري لما تدخل جوه الملعب بيأثر على اللعبة لكن لو اللعبة دي حسد بالأمان بره الملعب هتحس بالأمان جوه الملعب وهتأدي شايف مين أنسب واحد لو في اسم في دماغه هل كابتن أحمد رمزي هل مثلاً عبد الواحد السيد هل حد من جيل القدين كابتن طريق يحيا ولا حد من وجوه الجديدة يعني فيه بصفيد كابتن بحمود ساعد فيه كابتن اسماعيل يوسف فيه كابتن اسماعيل يوسف أحد أفراد المجلس المجمد لا عادي ما هي المشكلة معه يعتبر إن فيه مخالفات ويعتبر بس ما معرفش هو بيطلع في تلفزيون يعني فين المخالفات أصلاً يعني وزيري الشابور يا ده بيهو يعني أنا بتكلم يعني يكون شخصية مجمع عليها أنا نفسي مش عارف فين المخالفات بسرح يعني شخصية اسم كبير مجمع عليه الجميع يبقى متواجد حتى يبقى مشرف على الكرة مع الجهاز اللي مع مباتشيكو يدعم باتشيكو لازم يدعم وكل الدعم لباتشيكو الفترة اللي جاء والجهاز اللي موجود ممكن نضيف عنصر على الجهاز ممكن نجيب سامي الشيشيني مع المجموع اللي موجودة زي ما هو الجهاز ويضيف عليه سامي الشيشيني كمدرب يبقى مثلاً كابتن محمود سعد كمشرف عام على الكرة أو يعني مشرف على الجهاز يبقى متواجد بصفة أساسية يعني لها حلول كتير لكن باتشيكو انا يعني مش شايف ان هو يمشي يعني انا شايف مع ان باتشيكو يعطي واستقرار النادي واللعابة تبقى عارفة ان باتشيكو مستمر وان كل دعم وان هو هيكمل لنهاية الموسم يبقى لازم اللعابة تغير فكرها لو فيه حد في دماغه حاجة يستقر ان هو هيلعب وهيقدي كل الناس اللي هتجدد تجدد الناس اللي بحد بيكلمهم بعيد لازم خلاص نلم نفسنا ونجمع لعابتنا ونقفل عليهم ونبدأ نمشي في الطريق لسه بدري عندنا البطولة بتاعة بطولة أفريقيا نقدر نكسى بالتلات ماتشاط وناخد البطولة عندنا الدوري ماشيين في الدوري كويس نكمل يعني حصلش مشكلة ان احنا تعدلنا 3 ماتشين او 3 نركز في اللي جاي نعوض الماتشاط اللي احنا اللي احنا فعدناها في عندنا كاس مصر نقدر ناخد كاس مصر فانا يعني لازم الدعم والاستقرار الزهني للعابة مش كل شوية المدرب هيمشي المدرب بيخسر ماتش ولا ماتش هي بتشتت العيبة طبعا بتشتت العيبة وبتشتت الجمهور كمان وبتشتت المجلس الادارة مجلس الادارة يا جماعة بتشيكو قاعد لنهاية الموسم ولازم القرار ده يتاخد ويتاخد بقوة ان هو قاعد لنهاية الموسم بفي استقرار ايوه استقرار نفسي وفاني وحلاص الرجل حفظ اللاعبة وحفظ طريق العبوم واحنا بنلعب كرة حلوة جميل يعني احنا بنلعب كرة حلوة وبنوصل للجول المدرب انت بص تغير المدرب مدرب مش مفوض ينزل جيب الجوان ايوه تغير المدرب امتى لما الاداء يبقى لما انت بتقد وحش وما بتوصلش للجول لكن انت بتقد كويس وبتوصل للمرمة وبتضيع جوال كتير انا كمدرب انا عملت عملت لك الشغل وعملت لك الخطط وكل اللي اقدر عليه كمدرب واللعبة اللي بتلعب والعناصر حتى لو انا عندي اخطاء ايه المشكلة ام انا كمدرب ام انا لازم عندي اخطاء لازم واصلح اخطائي ايه المشكلة لكن انا انا مثلا خسرت ماتش او اتعدلت ماتش امشي يبقى انت كده عمرك ما هيبقى عندك استقرار مش تلس يعني في النادي الاهلي مستر مسماني خسر سيمبا وبيدعمه وبيدى اداء حتى في ماتش وتعادل فبيقولك لا ده هو بيادى كويس خلاص يبقى انت باتشيكو يستمر لنهاية الموسم واللعبة تبقى عارفة ان باتشيكو مستمر لنهاية الموسم وكل المنظومة تبقى عارفة وندعمه ونكمل معاه مش كل ما نخسر ماتش او نتعادل ماتش ان احنا نقعد نقول المدرب يمشي اللعب مش من المدرب اللعب من المنظومة كلها لازم المنظومة كلها لو انت بتجي على اضعف نقطة في المنظومة ان هو ايه المدرب يمشي انا كمدرب بقى قد كويس بوصل للمرمى بضايع اجوال كتير اما انا مش هنزل اجيب اجوال صح بالفعل كابتان اكرم عبد المجيد نجمي نادي الزمالك طبعا طولت عليك واتشرفت ان انت كنت عندي في برنامجي باول مرة وبشكرك وتماني لاكنش اخر مرة حبيب ان شاء الله وتحياتي لك وانا سعيد ان انا كنت موجود معاك وانا طبعا بشكرر المهندس هني زيادة طبعا لانه برض STARATA محباب اللي وداتني نادي الزمالك انا مبعتبرش نفسي لاعب بيتك بعد بلدتي محب طبعا بعتبرا نادي الزمالك بيتي واحد من المشجيين نادي الزمالك بلديت المحلة دا عايش أه ً طبعا قلبي وروحي ومنشائي كله في بلديت المحلة وتزيلمالك دا الحب lleي هو ايه يعني أنا زملكاوي وجيت نادي الزمالك عشان أنا بحب زمالك فطبعاً بشكر الدكتور كمال دارويش والبشمولท ساني زادة وبشكرك جداً أنا متواجد معك أنا بشكرك يا رب وبنتمنى يارب يا رب إن شاء الله نادي الزمالك يبدأ في الاستقرار ويعود نادي الزمالك أنا بقول لك أنا متفائل نادي الزمالك كويس احنا عايزين بس الحتة النفسية تروح وبتشيك ويستمر نادي الزمالك نادي بلدية المحلة ونادي أزمالك والمنتخب القومي بشكرك وشرفتني نطلع لفاصل ثم نعود مع الكاتب الصحفي الأستاذ وريد كساب ونادي أزمالك إلى أين فانتظروا أعزائي مشاهدين عودنا بعد الفاصل وبرنامج الملعب معايا طبعا ضيفي الصحفي الكبير وكاتب الصحفي الأستاذ وريد كساب أستاذ وريد مشرفني ومنورني طبعا لأول مرة على شاشات التلفزيون على ما أتذكر في الرياضة يقول أفلاطون لا أعرف تحديدا معنى العدالة جميل لكن أنا بالتأكيد شاهدت وعرفت نتائج غيابها كلنا كزمالكوية عارفين كويس جدا غياب العدالة أنا نديك يا أحمد وأنا مبسوط أننا معاكم في القناة الجميلة واللطيفة دي وربنا نوفقك في القناة بتاعك وقناة لنما خفيف حتى اسمها الصحة والجماعة الحلو آه صحة شفيف طبعا ربنا نوفقك يا رب دايما وتبادي المتقلق بنا نحرك أستاذ وريد أستاذ وريد هل ما ذكروا أفلاطون وإذا أنت ذكرتوا حاليا هل هو إجابة على سؤال الحلقة الزمالك إلى أين ده موضوع طويل ويطول شرح خد راحتك والزمالكوية عندهم كلام كتير أو في المنطقة دي وبس في الأول عندي رسالة ضغيرة كده لمعالي الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أه شنكي بتاني أنا كنت فاكرة كأتبتك وزير التعليم أساسا أساس تقدم أي دولة هو التعليم التعليم عندنا في مصر للأسف 53 في جودة التعليم من 80 دولة و 135 من حوالي 160 في التعليم عموما في قصة صغيرة كده مهمة جدا عيلين عيلين الاتنين في مدارس ويتعليمهم الاتنين واحد من تاجر كبير وعنده بيزنس وعنده راس مال وعنده معارف وعنده أصحاب وعنده شبكة كبشة كبيرة من العلاقات والتاني ابن موظف محترم مخ نضيف وبيزاكر وجامل اللي عليه ده عنده أدواته وده عنده أدواته أدوات الموظف رغم أن حاله رقيق إنما أدوات كلها ممتازة وعلى درجة عالية من الجودة التاني عنده أدواته برضه أدواته برضه يجي الانتحان في كل سنة ابن التاجر الكبير بيمتحن في لجنة واحدة ما بيروحش غيره لازم يمتحن في اللجنة دي وتمس تلاقيهم الانتحان رايح المدرسين الخصيين ورايح المدرسين متوقع الفاصل وراح يبقى للمدرسة ومدير المدرسة والناظر ومدير الإدارة وكلهم ما فيين جنبه يطبطبوا عليه ويهووله ويمسحوله الإجابة الغلطة ويستكتبوله الصحة وكل حاجة عشان يطلع على الأول التاني بقى ابن الموظف اللي هو بيجتهد وبيعمل بعرقه بيمتحن في أي لجنة بيروح يا لجنة بيمتحن ما عمدوش مشاكل وتلاقي المراقبة نار عليه ويتلككله على حاجة عشان يطلعون اللجنة أو عشان يسقطوه أو عشان يقلوه درجاته عشان ما يزعلش ابن التاجر الكبير جريت كده بس ده كمان الأدوات اللي هو جابها بطلعه الروح ابن الموظف ده تحلى في عين ابن التاجر يقولك أنا عايز الألم اللي معادة يا عم ما ينفعش ويبعهولك لأ من الحبعة فلان يشتري منه وبعرفة كان يشتري منه أنا يا عم انت عندك إلامك وعندك منقلتك وعندك البرج اللي بتاعك لأ بس هو عنده قلم حلو أو عجيبني عجيبني الألم ده بيبضلوا يعملوا كده دايما أهل التاجر ومعارفه وصحابه عشان يخلوا الموظف الغالبان ده حتى أدواته اللي بيشتغل بها مش عنده كمان برغم انه بيكتهد ابن الموظف الغالبان بيتهد وبيتعب وبيعمل كل عليه عشان يطلع مرة الأول يطلع الأول سنة وعشرين سنة التاني طبعا لحاجز المركز يوم بيعملوا مساءة أول الطلبة بيعملوها في القارجة تانية غير القارجة دي فبقوش الوش راجل الراجل فشعيتها ابن الموظف بيوشبت ان هو أقدر بان هو يفوز وان هو يكسب وبيفوز وبيكسب فعلا واخد بالك وآخر ألم استروه بالعافية طفح في وشهه ابن التاجر القلم اللي لفه وضاره عشان يشه طفح في وشهه لقد نوع من هو يفكره يشيلون مقلمة خالص دلوقتي عشان ما هو يسقش وقيته لإقلام وقيته الحاجة نتكلم في الكورة بقى نتكلم في الكورة اه ايه بقى انا بدم صوتي لصوتك اه عشان التربية والتعليم اه طبع يهمني جيدة التعليم اه المحترم الضبط وابن الجامعة الأمريكية طبعا اللي بتشرف لها منتمي إليها ان هو مفروض يكون في عدالة بالعدالة بالدور على العدالة بالضبط اللي هو برضو يعني ابن التاجر دايما بنشوفه ان هو بيتعمله زي ما حالك قلت مزايا كتير وبتخليه أفضل من طلاب تانين لهم برضو يعني بقى لهم باع كتير في التربية والتعليم وممكن على فكرة حاجة سهلة جدا جيب مرأبين من برة المرأبين من برة أو يسيبوا الطلب في حال أو يسيبوا الطلب في حال وجيب مرأبين من برة ما يعرفوش حد المرأبين من يجي من برة ليعرفوا دي التاجر ولا بن الموظف ولا بن الغلبان ولا بن التعليم حينجح في الانتحال بيه الضبط كده حايبقى لإيه عمليات فير خالص ومش عشان نطلب كده عشان زي ما قال أفلاطون ما نحسش منتائج غياب العدالة جميل ننكلم في كورة تمام كده معاك ايه أول حاجة أستاذ وديد ما يقال أو ما يوثار ودي كارثة كبرى مجرد طرحها أصلا غلط الطرحة أصلا غلط ما ينفعش خالص نتكلم ونناقش بشيك وحيمش ولا مش هيمش ما ينفعش ما ينفعش يا سيد الفاضل ريفربول اللي هو القبلة اللي كله بيبص على ريفربول وعلى الدورة الإنجليزية لذا كنت أنه بقى أغلب اللي تشعروا المصري الصغارين اللي بحفظين الأسامي اللي عيبت اللي بقى الدورة الإنجليزية أكتر من اللعيبة مصر ما عليك كويس أوكي دي حاجة عالية ومستوى وتقنية عالية جدا من الكورة نتمنى أنه وصلها أوكي علي في ريفربول تأسس إمتى 1892 مصبوط منذ تأسيسه حتى اليوم جاله كان مدرب في 139 سنة متخيط كان مدرب مجيسة 17-13 مدرب يوربن كله موجود دلوقتي بقى له خمس سنين رغم نتاج المتردية لرفربول في الآخر محدش خالص طرح مجرد طرح فجرة أنه يطيل يوربن كله يوربن كله مش كده أو اللي ايه مصبوط السير أليكسي فارجسون منشيسة روناتي 24 سنة 24 سنة 24 سنة يمر محدش جينا حييته الصحة كده إحنا بقالنا 20 سنة من غير المدربين عملنا ايه بالتغيير وصلنا لإيه أنا ايه يعني بيه من 2015 تخلنا الدورة مرة واحدة مش كده وفي الدورة ده هو عشان الناس اللي تقولك ما احنا غيرنا يومي أربع مدربين لا حاسم فجعادينا حسن حسن في الأول وبعدين نمشي بعد أربع مطشاط مش كده وجبنا مين محمد صلاح لأول لازم محمد قلية المعتادة محمد صلاح وبعدين بشيكو جه بشيكو جه زبط الفرقة وعمل نتاج كويسة جدا وتفوقنا على المنافس بثمان نوقة تقريبة مش كده وبعدين ميشي بشيكو سنين فرقة جهز الفريرة تمام كده جاء بعد محمد صاحب رضي محمد صلاح قال لي جاء فريرة من حسن حظ فريرة إن حصل الأحداث الدامية للدفاع الجوي ربنا يلحمهم حصل الإقافة ربعين يوم فكانت فرصة للي الإعداد الجيد جدا عشان كده فريرة كمل وقطف اللي عمله بشيكو وخد الدورة في سادي منذ هذا التاريخ من 2015 لغاية النهاردة 2020 قائرنا كان مدرد حوالي 18 يعني ما نجرم مرة نسيب المدرد بشيكو مجرد نقاش كلمة بشيكو يمشي دي غلط ما ينفعش نقولها كده يا مصر بشيكو يا مصر بشيكو أنا المحولي جامهاري الزمالك أنا بتكلم بس أنا جامهاري الزمالك والله ما حدم الجمهور خالص طرح الفكرة حتى ما ينفعش يطلع علام كبير عندنا كانت من تاريخ النادي يقول بشيكو حيمشي وفلال حييجي وإعلام حييجي والطرح الأولين كذا والطرح التالي كذا ليه كده وينفع كده انت منتظر بعد كده اللعيب يلعب ازاي أما اللعيب يلعبه في زهن المدرد ده حيمشي أو معرض يمشي حيديك ايه زاي يعني اللعيب ده مداشر اللعيب ده بالأدمين وشاب الصغرية كلهم دماغهم ايه أما يفهم المدرد ده حيمشي خلاص أوكي بقى ما عادي نقضيها بقى وخلاص بقى خلاف بقى ما يقال المتحدث الرسم لأسود العصام سالف ما اللي احترام له ما ينفعش خالص نطلع كله من الكل ونلف على القناة كلها عن المداخلات ما ينفعش المتحدث الرسم للنادي يعني يقول بيان رسمي من النادي بس بس أكترام كده ما فيش لكن مش دوره انه هو يبدل يا سيد الفاضل الزمالك اليوم فريق على الهوى على الهوى كل حاجة معروف كابتن أصرف أسر مع كل احترام له وتاريخه كلاعا كبير ما ينفعش يطلع في يوم الأيام يقول لأي حاندينة سيفرية أي حاجة على الأولاد يقول لأي ما ينفعش يا بي ما ينفعش حان نقول لك شي حاجة تسمى غرفة مغلقة بنيكلم فيها ما يخص المزنيات والفلوس والعقود وا 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 محدش عارفة خالص أنا تقعد لنا عارفة ما ينفعش أن عارفة عشان مايتمش تشكية الرعيبة حتى ما ينفعش وتيجي تقول لي بعد كده رح هنكدل السياسي بكذا سعيبها تبصول مفيش حتى سماء كده برضو كل الدنيا فيها مصري مصري ما بياخده زي زميله روناء الكريستيران روناء ما بياخده زي 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 زميل معروفة جدا كل الرعيبة وسبوريب زي قمته تسويقية هل المنافس بتاعنا إحنا نعرف عنه حاجة نعرف العبته بياخده كام ولا دعاده كام ولا دعاده كام نعرفش الزمالك بس هو اللي على المشاه ليه كده النجد أهلي مقفل على عبته كويس وبيعرف الإعلام يدم الدنيا إنما ندي الزمالك أنا آسف إن أقول لي إن دي إدارة صح عايزين إدارة صح يا جماعة يا جماعة في ناس مؤهلين الإدارة أنا آسف جدا محترام لكل من يقال عنهم رموز وكل اللاعبات كبار بتاعنا باحترام كامل لتاريخهم وأنا كم أشجع من خمسين سنة للزمالك حافظهم وعارفهم وعارف إمكانياتهم الفنية كلاعبين إنما بشكل اللاعب يصلح كإداري بشكل اللاعب يصلح كموزيع بشكل اللاعب يصلح في منصب جوه الفريق بعيد عن الفنيات ما ينفعش يا بيه ما ينفعش كل واحد له حاجة إنت عندك كادر إداري معروف جدا كلنا عارفينه كجمهور عندك كابتن محمود سعد عندك كابتن إسماعيلي يوسف نادر السيد حسين السيد نازل كلها عندهم خبارات إدارية أنا أعلانها قويس جدا يعرفوا يديونه إزاي وعندهم أفكار أيمن يونس أيمن يونس عقلية إدارية فظيعة استقاب ومشي وبعدين الأسف سديد ونسمع أن أصرف آسم بتخلم عبد الحليم علي عبد الحليم علي العندليب بتاعنا محترم ومؤدب جدا ومهزم جدا أنا آسف جدا يا كابتن عبد الحليم وكابتن أصرف آسم الزمالك قبل أي حد وقبل كل حد لو أنا حاسس أن وجودي ضد بصلحة الزمالك أنا همشي فورا هاختيفي فورا من الصورة إحنا يهمنا إيه يهمنا الزمالك بتاعنا كلنا لو حاسس أن وجودك عامل مشكلة ما بكل بساطة اعتذروا اتفضلوا وحنشيلك الجميل ده وحنقول الرجل ده محترم يتفضل بساطة ندع على أي بصلحة تاني إنما نسمع أن فيه قناقات وفيه مشاكل وده يطلع أتكلم وده يطلع أتكلم كم واحد يطلع أتكلم مرمين عبدالله بيطلع أتكلم صنصار الم Leah مفروض المحدد سالم بيطلع أتكلم كابتن حسين سامري بيطلع أتكلم كابتن حسين سامري ينفع يطلع يقول طبق حشيش المستشار المالي طبق حشيش أوه ماهش ومستشار المالي بيعطى الكلم يا يا ست اللي قال أنت راجل محترم أبو الصلاة أسف أسف بتكلم وجام بو بريم عبدالله بتكلم وجام بو حشيش بتكلم عصام صالم طبعا متشغال ينفع يطلع أستاذ عصام سالم يتحدث عن اسم الزمالك يوم مطس الزمالك مع الترجي الأخير الصبح على غير المجيء كده أفتح لها ودخل مع عصام صالم بيقول إحنا كعبينها عالية 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 قلش الكلام ده فنيا ماينفعش يتوصل اللعيبك عبينها عالية 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 تديهم ثقة زي ده ينفعش خالص ماينفعش خالص كده دي شغل فني عالية وليه مداخلة يوم مطس يا أصلا من اللعيبة خلاص فيه دور السيكولوجية اللعيبة مفهود مفهود تبقى مدروسة ومفهومة وليتعامل معها الناس فهمين يعني إيه إدارة ويعني إيه قدير فريق ويعني إيه قدير منظومة كل واحد يبقى عرف دوره مايتعبداش على غيره مايحصلسه حتى لو حصل نزاع مايحصل نزاع إيه في غرف الملاقم مايحصل عنه حاجة مايبقاش على الملأ وكل ناس عارفاه النهاردة نمرة واحد المادة الإعلامية القولة نمرة واحدة في البرامج التوكشو وفي الجرائد وفي المواقع وفي كل حاجة إيه الزمالك أول خبر الزمالك حتى السوشيال ميديا مع احترامي طبعا التصيدوا الأخطاء السوشيال ميديا الزمكوية أصبحت هي الحصن الأخير والدفاع الأخير اللي موجود وده ليه لأن الإدارة ضعيفة هي الإدارة القوية السوشيال مشاهدة الدقة وبيقاد عليهم حاليا من بعض الأشخاص أنهم لجان يعني نادي الزمالك اللجان حاجة والسوشيال ميديا بلت محبين للزمالك حاجتان يا خالص الزمالكوية محبين للزمالك فعلا فعلا أنا أعرف ناس يا راجل بيتموت حلوشان الزمالك كل يوك فيه ناس عاملوا خلق تاريخ الزمالك وأرتيفي الزمالك المتدول اللي وراه مايكل وهيشام عبدالوهاب اتنين زمالكوية كل حياتهم الزمالك طبعا مش كده ولا إيه محمد الصبكي ودكتور خليفة نازل كلها نازل كلها وحمد العفيفة وغيرهم كل أجالي جديد اللي إزارة دي كلها دول خلق وشيش اللي برزوا تاريخ نادي وعملوا صوت جامد جدا للزمالكوية في كل حت ماينفعش بخيصهم هقوم قول لا أنا بدافع ويتمحس إنه لازم أدخل لازم أقول حاجة بقى ماينفعش أجيب لي واحد أعرف إنه كاره للزمالك وطبعيش قد الزمالك ليه تستفزيني ليه يعني ليه يا نقصة ده اللي حسنا الوحيد الفضلين الوحيد اللي بتكلم بلسانة زمالكوية قمز الزمالك مايطبع ليش في واحد أنا عارف إنه كارهني وكاره الفريق وميكلمش المصلحة في فريق قبل عمره ليه كده ليه كده وكل المشاكل اللي بتحصل جوا الفريق دلوقتي أساسها التعاملات الإدارية القاطئة والمخطئة ماينفعش ماينفعش ماينجاز اللي عملته اللجنة المحترام كامل لها اللجنة مساعد مجات ماينجاز اللي عملته معاي الوزير أصف صبح الزمالكاوي اللي كنا متوسمين فيه خير لما دخل الندر أول مرة هو وخالد رفعت ككوادر جديدة دخلها ممدوح حباس مش كده برضو هو اللي دخلهم الاتنين وصرد نقير قلنا لديه شابة جميلة متفتاحة متعلمة بعد كده أصرف صبحي راح مسك سادق قيارة مش كده وكابتن خالد رفعت مدير تسويق ودير تسويق وبقى كان بنائف مجلسكير بتاعه خليهم يشتغلوا بقى يدينوا فرصة يشتغلوا للأسف الشديد وبيمسك أي منصب في المنظومة يتنصل تماما من زملكويته ويحاول بكل الأساليب يثبت حيانيته بأنه يدوش على الزمالك يا معاي الوزير يا معاي يا دكتور أصرف يعني قل تحرطك في أكتر من الموقف لا مساس بالزمالك أنت شايف دلوقتي أنه لا مساس بالزمالك أما ييجي لاعب يروح ياخد شيك ويروح يصرفه يلقى ما فيش رصير أصلاً ما حجوز على أرصدة النادس لا إله إلا الله ما أنت ليك فلوس عند البس وليك فلوس عند الشركة الرعية وليك وليك فين ده يقول لك ما بدتهم 100 مليون جنيه 100 مليون جنيه يا سيد الفاضل فلوسنا مش بتمني 100 يوم على حد إطلاقاً ولا هي مساعدة ولا هي دعم ولا هي سلف ولا هي أي حق خالص فين بقى المساعدة اللي شفناها من سيادة الوزير الزمالكاوي أصلاً للأسفل مش موجودة بنتكلم فيه إحنا بقى بنتكلم فيه أبتدوري ده أنا مش عايز بقى تسلسلك لكن على قناة صدر بلد في برنامج رياضي منذ قرير يعني من نص ساعة أو ساعة والإعداد بعتولي بعض الأخبار وعايز نقشها معاك ده حالاً من شوية ده بيوضح أن فيه تسريبات جواه فريق نادي الزمالك وعايز أتعقب عليها أول حاجة مقدم البرنامج ده بيقولك أن قدرات باتشيكو أثارت غضب لعيبي الزمالك منهم محمود الوينش اللي شارك على حساب محمود علاء وده عمل حالة غضب عند محمود علاء أثناء محاضرة المباراة وقال لك أنا مش عايز ألعب المطش ده الإعلامي الشهيد في قناة صدر بلد ده بيور كده بالإضافة أنه هو كان مخصص أن أشرف بن شرقي وإحمد زيز ومحمود علاء هم اللي هيلعبوا ضربات الجزاء في لقاء وادي دجلة كمسددين وتفاجأوا بعد ضربات جمعة أنا معرفش التسريبات دي بتطلع يعني لو هتطلع تطلع دقاءات النادي مع أنها غلط لتطلع تصدق بلد عن طريق مقدم مش بيدافع عن نادي الزمالك أو مش منبر من منابر نادي الزمالك لا وفي حيات كتير بس أنا مش عايز ضايقه وقتك يعني قدامي الموبايل تسريبات كتير قوي يعني أنا مش عارف الحرب مستمرة على الزمالك من كل الجهات بس المؤسف أن يطلع حاجة من جهات تسريبات من جوة النادي دي مسؤولية اللوعة مات مين متحدث الإعلامي المسؤول عمزوبا إعلامية ما هو المتحكم في التصريحة يعني إزاي طيب إزاي يعني اللوعة مات فين اللوعة مات يعني راجل قيادي وراجل كبير وراجل مركز وحيفية ضخمة فين بقى التصرفات بقى إزاي يعني يعني أنا لو ما كان اللوعة مات دعوية حالا أنا فورا فورا أي حد حاسيتني في أي تسريبات منه يمشي فار يمشي فار يمشي فار أي حد أي حد بس حد على مكان الزمالك من نفس ساعة في بلنامج عفوضة بغض حنستنى إيه يعني بعد ما يودعي من نادي الزمالك وآخرتها وآخرتها ليه كده طب يعني الفكرة الفكرة في استمرار الحرب على الزمالك من كل الجهات من المنظر حتى من جوة حتى من جوة طب وآخرتها لازم يكون في موقف نمرة واحد محاش يجبس يتبسيكه خالص بسيكه لازم يستمر وإذا أحسنتم العمل يقدرون الزمالك جددوا الراجل ده من السنة الجاية كمان حسو بالأمان ومنعه تماما أي أخبار تتدول بشأنه خالص ما يتقالش ما ينطلحت السؤال من الأصل ما ينفعش نقول كده أصلا ما حمل غير بقى إنا عشرين سنة عملنا إيه بالتغيير عملناش حاجة كل السنة مسائية لأسوق حتى لو فيه كوتا وإحنا عارفيني الزمالكوية كويسين إن فيه كوتا إن ثلاث مرات هنا دوري ومرة كل أربعة أو خمس مرات للزمالك حتى المرة دي ما عرفش ناخدها حتى دي ما عرفش ناخدها ليه؟ لأن إحنا أصلا بنهد نفسنا في المناظر باللي بيحصل ده بالتغيير المستمرة وبعدم الاستقرار وا 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 ليه كده؟ ليه كده؟ دون فرصة خلي الزمالك شوية ياخد نفسه كفاية كفاية حروب من الداخل ومن الخارج حرب الخارج احنا أخدنا عليها أطول عشان كده كنت بتكلم مع أصدقاء لي بتكلم على سايكولوجيت الزمالكاوي الزمالكاوي من صغره طواما تربع لحب الزمالك واخد على الحرب طول عمره واخد على صراع طول عمره واخد على التحدي دايما فهو الزمالكاوي كده مخلوق كده الزمالكاوي دايما بيفكر ودايما بيبحث مش واخد الموضوع كده من بره وهيسه وبوزيطه ونكسب ومش عارف ايه وخلاص لا الزمالكاوي مش كده الزمالكاوي بيفكر وبيبحث وكل حاجة عنده بالورا والقلم والمنطق حسابات كلها كده بالمراسفة الحسابات برضه نجحهم بشكل أو باخل يقنعونه أو يدخلوا في دماغ الزمالكاويه كلمة مينفعش يتقال احنا بتوعوا اللعبة الجميلة ومشكلة النتيجة الزمال والهندسة ماشي حقيا احنا الفن والهندسة دي معلوم ما دي بقي ما فيش فيها كلام دي حقيقة مؤكدة لا تقبل الجدل اوكي انما يعني ايه بقى ان شاء الله بعد عشرين سنة حديجي تقول له سنة كذا العيد تحلو جدا بس ما يخدش الدور ما يخدش بطولات يا سلام الطريقة ما يفتكرش اللعبة بحلو يفتكر بطولاتة اللي تخدتها واحنا هاوريد بنبع بحلو بحلو فتحي اللي ودناها عارة لسموحة ده ربما مفروض سموحة دي ماندرش يحب خالص مع الدنيا مفروض في ناس معاينا كده ما نتعملش معاك ما علينا راح عشاني وبدأ تقلق وبتاع حتى عمر السعيد جابجوان كسونجو يا رجل جابجوان مبارحة كبونج كسونجو اللي احنا ماشيناه لزاسي سيبها تقلق يا سيدي هل يعقل هل يعقل ان الرجل بتاعنا مفروض اي لاعب يخش عندي عشان يخش الرجل بديج الفن هو اللي يقول باشيكو قاله عايز باس المرشي باس المرشي كان متاح بمليون جنيه اسيبه وروح اجيبه حصل انا عارفه وعارف هرجعه تانى وعارف ازاي باس المرشي بتاعنا وعارفينه وعارف الفريق وحظينه وعارف الزميله وما كانش هيخد وقت في انه يسترجع بسرعة ما عندوش طلبات اسيبه وروح اجيب مرور حمد 17 مليون ويسي في الجزيرة اللي مشيها بأفريقيا ما ده بقى اللي انا عايزة صحيحك عليها يا سيد وليد يعنى انا انا بعت مصطفى او اعارته قابل فترة الانتقاضات بـ 48 ساعة ازاي ما جاش في مخ اللي كان ماسك ملف التعاقد مع الجزيرة انهو مش مقيد افريقيا هذي في تفكير ان الزنات ما ياخدش افريقيا انهو متعمد اجتاز المحترم عبدالله بشكله وباخر قال له ملكش دعوة هو حيلعب افريقيا يعنى ازاي يعنى انا متفاهم يعنى ايه بقى انا اسف ده فشل ادارة يعنى ايه ده عايزة فوقاكة معروف انهو لعب مع فرقيته في توت افريقيا مش هيلعب مع فرقة تانية في توت افريقيا مش عايزة فش يعنى فزلكة يعنى في ايه السيدة بريبي عبدالله مسكورا اقناعهم قال لهم لا حيلعب ايه مش عارف ايه وفي سكة سكة ايه سكة ايه سكة احنا نهرج سكة ايه هو يلبسناه وهو يلعبس افريقيا درب باللوايح الحيطة والراجل محتاس هيلعبه في مطس دوري ولا يلعبه خليه افريقيا طب هيلعب اللي هو المفروض يجهزه بس كان قصم افريصل ولا مرار حمدي ويسيب التاني ايه عزور برضو ما قال لكم عايز بس مرسي ومليون وخلاص لازم طبعا الكابتن اصب 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 برضو الله يسامحو قال لأ بس ما ينفع في العزين بس هنجيه برار حمدي ويه ده مش من اي حد خلاص يدخل شغل ده بيقار ان كابتن اصب اصب هيستدعيف تشيكو بكرة استدعاه ده ده كلام يعني حتى حتى شكلها مش حلو يعني ايه اسوأ تشيكو الايه وده كلام مجرد دي في حد ذاتها كيولو كان ده بيصغل الراجل ما ينفعش خلاص ما ينفعش ما ينفعش يحس ان فيه اهلة حواليك ده يستغل بأي منطق راجل ده تعبطولات وخبطوله مع فلق برتغال اللي كان بيمرانه قبل ما ييجي اهلة مرة اه ويراملو كان تح وكان رجن بتوع بورتو كده مدرب والله من احسن المدربين اللي جملة زمالك هو وفيريرا وبعدهم جروس دول احسن مدربين مشكو الزمالك في فترة الاخيرة طبعا دولهم سيبوا بقى سيبوا يشتغل بقى الراجل معاك لاخل لحظة ومطس مرتاوه بيتأخر ماشي اوكي ما بيتكلمش وفيه مشاكل وعارف انه فيه مشاكل وبيتكلمش وسمحها وبيت حواليه من كل حتة حتى ما القناة النادي اللي مفروض تدافع وهو بيتكلمش باتسيبوا يشتغل يا جماعة ويطلع واحد يعني كل شوية ليسمع خبر ده مش عارف مين الاجنبي ده مش عارف مين الماصر جيتا قناة النادي الرسمية من ساعتين مقدمها الرئيسي كابتن خلد رغندور قالك ان فيه تفكير بالاطاحة بباتشيكو هو زي ما حقيق قلت ده لسان النادي الرسمي ولما حس ان فيه قلق على سوشيال ميديا والمواقع كلها هجميته وبتاع ريجع تاني حالا لسه قريق قبل ما اخو مدخل قال لا ده احنا اجلنا الكلام على باتشيكو ايه 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 تقيمك لقناة الزمالك او سيزرير فين يعني مفروض ان ده برنامج زمالكاوي ده صوت النادي انا اسف جدا القناة احي كنا فرحين بها جدا قول ما فتحت عليها لوجو الزمالك وانا كنت كنتها السعادة لما اطلعت الفقرة فيها وكلمت وفيها ناس انا عارفهم كويس ناس محبين للزمالك انما للأسف السياسة العامة من فوق بتوجههم في اتجاه معين الاعداد والرافات التحرير والناس الكبار اللي فوق اللي بس كده فيه اتجاه ايه 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 انا بدفع 40 مليون كل سنة 40 مليون كل سنة على سنة القناة دي تكسب انا ايه بقى ده اللي بيهدي في الزمالك بكسب ايه فين ده ليه كده ليه عشان ايه يعني والأسف الشديد بيخون التوفيق كابتن الخاد الغندور الكابتن التاريخي للزمالك ويشاعات بيس بينسى نفسه وبيدر الزمالك من غير ما بيحس ليه كده ما نعمل كنترول شوية يا جماعة نعمل كنترول شوية على من حد المحلات الصعبة دي كلنا عارفين في محلات صعبة بعد المجلس اللي فات ما مشي اللي مشي سبحان الله احنا يا راجل احنا بقى نترحم على ايام المستار مرتضى منصور اما كله تجاوزاته لان ايام موجوده يكفي يكفي ان ما كانت كل من هب ودب بيجيب الزمالك ويسيب اسم الزمالك ويقسم لعيب الزمالك في اي حاجة كان اي حد بيفكر مئة مرة اول بيجيب اسم الزمالك يكفي وانا اقاسي فرض من اقول الكلمة ديا انه كان مخلي الناس اللي بيقولوا عيوم رموز الزمالك مبتكلموش كل واحد النارد بيطلع على مجرد مكلاعي في الزمالك يطلع يشتن في المدرب ويشتن في اللعيب لو حسب كلامه بالراحة هيا نفسه بيدر ومش بيفيد انت بتضر الفريق مش بتفيده انت بيتزمالكاوي مش بتحب الزمالك حسب على كلامك ويعمل الميزان لكلامك حتقول ايه وما تقولش ايه ايه انفع يتقال و ايه انفع يتقالش ما انا بتقول بنا من بعض في الغرف المغلقة مش على الهوى مش الناس كلها تطلع تتكلم وبحدود بيتزمالك في لسان كل حد وكل من الهبه ده بيتكلم على الزمالك ما تسيبه الزمالك في حاله مكفاية اللي هو فيه هو حربه من جوه من برا مكفاية استاذ وريد تفتكر الازمات المتكررة داخل جهازك ورا في نادي الزمالك والتسريبات هي احد اهم اه ان قاتل حالة دون استكمال الكابتن ايمن يونس واللي هو كان فعلا جايف ومهمة محددة ومشي الراجل حتى اذا فرض ان هو شاف حاجات مش عجباه حبي يصرف بالشياكة فاعتصر انت شيء مدري كويس جدا قمت وعارف انه اداري كويس ناصح اداب دي ناصح تاريخ قوله لا عايزينك خليك ما كانش هيتاخر لما يشاف بده يشوف مشاكل وحاجات كده صغيرة بتحصل فحبي ينقب نفسه عن الصورة دي الله اعلم في دماغه ايه فكر ازاي طبعا مش بكلم بلسانه انا رجيت كده انت عندك اداريين كويسين يجيدوا الادارة ويجيدوا السيطرة ليه ما بتستخدمهمش ليه ليه كابت الاسمائل يوسف برا هل هو عشان بقى مرادز اللي فات مينفعش يشتغل انت عبي عشان بصاحة النادي ولا عشان مصلحة الاشخاص ولا عشان مصلحة مين بالزبط ما عارفين ان اسمائل يوسف كان مسيطر على الناس كويس وكان قرب واحد ليهم وكان كلهم بيحبوه وكان عارف يماشي الدنيا كويس مش عايز يجي باسمائل يوسف كابت المحمود سعد موجود واجل كبير وخبرة او شخصية جامدة وقوية يعرف يسطر على الهيس اللي موجود دي عمرك سمعت قبل كده ان جنش بيتكلم على ابو جبل وابو جبل بيرض على جنش ويرض على بعض على السوشيال ميديا اوم الاتنين ينفع الكلام ده ينفع عمرك يعني ايه فلان قال وفلان قال له هلعب ولا مش هلعب وطب مش هلعب طب انت مش عاب ايه ده ايه الكلام ده عايزين اه حليك طبعا عوبيل وحليك تكمل هنعرض الصور معانا معانا طبعا فقرة السوشيال ميديا احنا سألنا سؤال اللي هي كانت فقرة الاستاذ واريد كثاب وهي الزمالك الى اين حليك طبعا قلت الزمالك الى اين ولسه هنكمل الزمالك رايح على فين عايزين برضو ناخد انا وحضرتك عالشاشة اه اه اجوبت الناس على السوشيال ميديا ونعقب عليها استاذ واريد طبعا ده صوت نادي الزمالك زي ما انت قلت جمهور النادي الزمالك ليه حق علينا ان احنا نعرض وجهة نظره يا ريت يا جماعة لو الـ اتفضل انا مش شايفها عندي في الشارع اه حيك شايفه استاذوريت كده بعيدة انا هقرهانك اه استاذ شقانك النعمان رجوع مجلس المتشار المرتضى كان فيه حب وتفاهم واحترام ونفسية تلعيبة كانت افضل امير مرتضى كان فاهم كل واحد فيه مش بأيدينا ايدي مش بأيدينا يكون وضعك المستقر من المجلس اللي فات ان محلان دي مش بأيدينا احنا دي امور بقى قضائية وامور بقى من فوق والله اعلم هترسى علي ايامنا عرفش الوضع هيمشي ازاي خارد هير بادارة جاديدة مع ثبوت الجهاز الفني وعرض اقتراحات على رجال اعمال في ملكوية يدعمون النادي مديين وده اللي بيخلين يسألك اين هم رجال اعمال سمعنا كتير وده هعمل وده هساوي بتاع فين محدش اختفى كلهم فاجأة امنا عرفش ايه وضعهم هلهم مسئين الانتخابات تيجي يا سادة الوزير ارجوك اعلن عن انتخابات قريبة لنادي الزمالك بيتنقذنا من الهام اللي احنا فيها دي ولا هو بصفة استثنائية مش مشكلة خالص وملايش علاج خالص بالاولمبية ومش الولمبية والكلام اللي بيقوا عليه ده ضر اولمبية والكلام ده ملايش علاج مجلس الشعب بيقال انه هو بينقش رايحة معينة في قانون الرياضة الكابتن حازم امام النائبر محترم ازا ما يكون محترم نائف من مجلس شعب وما ده اطرح الكلام ده يا كابتن حازم اطرحه قول يا جماعة لازم نقف جانب نادي الزمالك يا كابتن حازم اتكلم بسان الزمالك قول لازم نقف جانب الزمالك ندعو الانتخابات بشريعة في شهر سرعة الجاي لنادي الزمالك لازم يكون في مجلس رئاسي منتخب اياك انا بحاجة لا يجي يجي بانتبقاش لاجنا مؤقتة سؤال هل ابناء نادي الزمالك هم اهل الدفاع عن نادي الزمالك شوفنا ابناء نادي الزمالك بيتقلدوا المناصب زي الاستاذ عمر الجناني مع كامل اللي احترام له مش عايز اقول ما خدمش الزمالك مش دوره ان هو ياخد نادي الزمالك لكن مدش الزمالك حق احنا كلنا عارفين ما لست بنقول اي واحد بتقلد منصب عام بيثبت بكل ما يملك ان هو مش زمال كاول وان هو حيدي الزمالك على دماغه عشان يبقى كويش ويشتغل يا سيد الفاضل الظروف بتحكم والسياق العام اللي متجه له المنظومة بيحكم السياق العام يحكم كلنا مع الجنب الكبير ده مع ادني التاجر الكبير ده اللي بيخلص اللي عمده كل حاجة مؤثره له وبالموضف الزمال حاكم الصغير ده خلا بيوه عليه ورعب اللجنة الدينة كلها كده خليلي كده انا هتحلم بالتحكم ليه ولا هقعد ليه ولا مش هاخد شارة دولية ليه ما انا عايز اشوف حالي وعايز اصطع العيالي وعايز اعمل سببه هي كده للأسف الشديد والناس كلها عارفة الكلام ده نكمل عشان احنا معانا دلوقتي 8 دقايق ده طويل شوية ملخصه لك من حمادة نابليون سؤال لازم نطرحه بيقول لحاجة مدام حاجة موجود فيه سؤال هو عايز يطرحه مدام موجود مخالفات لماذا حتى الان ما متستدقى النيابة العامة مجلس الزمالك المجمد ده اول حاجة مفيش مخالفات خالص قد يقال اي حاجة على مجلس مستوى المستوى المنصورة عدل مخالفات مليئة ايه كراجل كان بيدفع تأمينات وبيدفع ضريب ويدفع كل حاجة مفيش حاجة خلاص كمي مفيش كلم من نخص كل ده انا بتشايف ايه حاجة خالص فين طيب فين نتيجة التحقيقات فين وفين واذا كان الوابع كذلك وبما اللي كان في نادي تاني قلت فيه مخالفات وقلتهم هنعمل ونسوا ما عملتوش ليه ايش معنى يعنى ايش معنى الزمالك يعنى اللي اتحقل مجلسه السادس مرة في كام سنة ايش معنى ابن الموظم ايش معنى يعنى ايش معنى يا سيدي في نادي المنافس اتحلى مرتين مرة الوزير طهرة بوزيد ميشي والمرة التانية الوزير خلاط عزيز عين نفس اللي بجلس بعد بحل مش كده ولا ايه طب ايش معنى يعنى وفيه يا جماعة فيها يا جماعة حابة عدالة قد كده عايزين كل مقيسة ومعايير تبقى واحدة ايه الفكرة يعنى ايش معنى ليه الزمالك تحديدا ايه الفكرة يعنى ليه قطب واحد ليه قطب واحد كل الدنيا فيها دربيات وفيها فريق وفريق بين نفس اكتر من ثلاث فئة مينفعش بقى فيه الجاب ده كله بالفرقين المفروض وما بينفسه بعض وكلها الاسباب خارجة عن اراطة اللي بدأت من الموظف الغالباش معايز بعض النقاط الاخرى استاذ وليد تحبت نقشها؟ انا عايزة اقول بس حاجة نطريت المؤامرة فضل لازلت المؤامرة بتاعدمة زي ما قالوا قبل كده الناس دايما بتقولوا عندكم نطريت المؤامرة لازلت المؤامرة بتقول ايه؟ انه مفيش شيء بالصطف مفيش شيء بالصطف وانه مفيش شيء بيبدو على حقيقته وانه كل دايما فيه رابط من كل الاشياء لما نحط الحاجات دي على الترابيزة كده وانه نبحثها هنلاقي يا فعلا مفيش شيء بالصطف كل حاجة مقصودة ومفيش حاجة بتيجي لوحدها كده ومفيش حاجة بتظهر حقيقتها وفيه رابط واحد من كل الاشياء ايه هو الرابط من واحد ان السين لازم يستفيد وصاد لازم يقعد لازم ياخده على دماغه مش نظيته وامرة ولا حاجة احنا مش عبطة يعني احنا فاهمين الدنيا فيها ايه؟ وبقالنا سنين في الهيسة دي من ايام حسن شحادة الجون بتاعه لتلغى وا 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 ايه بقى عنده عودة الاضطهاد راضية المؤامرة لا وراضية المؤامرة الحاجة فيها عند الحقيقة للأسف الشبيد فيه ظلم بين للزمالك من الداخل ومن الخارج من الداخل بسوق ادارة للأسف ومن الخارج بعدم العدالة في وكلبي اكثر من المكان بس هاد الفكرة هاد انت مع عودة المجلس المجمد في حالة عدم اقامة انتخابات قريبة ولا بقاء اللجنة الحدية انا عايز مجلس دائم للزمالك ايا كان بقى مجلس المجمد يرجع المهم بيكون مجلس سرعي موجود منتخب بإدارات جمعية عموية موجود وعلى اقل مجلس معروف مجلس ادارة الزمالك هو المسؤول ما كانتش بقى فيه انتخابات هتلاقي اي حد تاني مش كنا انا اقاس مجموعة ناس مع كل احترام للمركزهم والعليا والصفاتهم المستخصية كل حاجة انا انا امالهمش في الادارة ادارة النواة دي مختلف تماما مختلف تماما ادارة النواة دي حاجة تانية خاصة يا جماعة ما ينفعك مش اي حد يدير ما دي مهما كان مركزه الخارجي استاذ واريد احنا معنا ثلاث داي هقولك اسم شخص وتعقب عليه بكلمة اوكي هبدأ معاك دلوقتي استاذ عمر الجنين ربنا يسامحك انا عارفه زمالكاو كويس اعارفه زمالكاو جامد يعني زمالكاو درجة ثالتة انما ربنا يسامحه على الفترة اللي اضاها واللي تعبنا فيها جامد ابراهيم عبدالله عضو اللجنة تنتزين شكراً شكراً قوي شكراً قوي كده شكراً قوي وياريت يعني ياريت حضارك تفضل بصوله كبه تقدم عتظارك اسم سالم المتحدث الرسمي انت رجل صحفي وصحفي كبير وخبرة قنن الكلام ولازم تبقى متحدث رسمي باسم نادي الزمالك متقولش رأيك متقولش كلام بتسمعه على السوشيال ميديا او سمعته بفناء او اعلان قول نادي الزمالك بيقول ايه بيقول كذا بس اطرم كده ما فيش ويكون كلامك مع قناة نادي الزمالك مع قناة نادي الزمالك مش تلف على كل قلواته نتكلم ماينفع متحدث الرسمي مش كده في ناس كتير متحدثين رسميين افضل بكتير بشيكو بشيكو قاعد وانا اضمن بكده جماهير الزمالك على الصعر على الاخر على اخيرها بالنسبة المضوع ده وتحديدا بشيكو ماينفعت حد يطرح اسمه خالص في حكاة انه يمشي او بيمشيش ديك خالص الطرح نفسه مش مقبوط بشيكو قاعد بشيكو مداري ممتاز ومخترم وفاهم الفرق ازاي هو الوحيد اللي ممكن يلم اللي احنا في ده كابتن اشرف اسم شكرا كابتن اسف برينس كورا المصرية وحريف كبير وبتاعك لا اسف جدا الادارة مش وعبتك كاف الاصرف الادارة مش فيك خالص حد تاني تحب توجيه الروسادة جمهور الزمالك هو الحصن الاخير وهو الوحيد اللي بيحب الزمالك بدون اي مصلحة وبدون اي مقابل بيحب الزمالك لله هو بيحب الزمالك لازم نحترم برأي الجمهور سوشال ميديا الزمالكوية بتدخلش اللي ما بتلاقي الادارة ضعيفة بس ولما بنحس ان فيه الزوم مبين وقع علينا فالصوت كله بتجمع وبيدب في اتجاه واحد اللي صالح نادي الزمالك لننحن الزمالكوية وبنحب الزمالكوية اسراب القريدس ويتحمي صغارها من هجمات السلطعون المتكررة ربنا يزيح عننا السلطعون خالص ان شاء الله وبإذن الله بإذن الله الزمالك يقدر بس سيبوه في حاله وفروله الاستقرار ونتمنى الوزير طريق شوئي يكون شكر سادتنا يا رفضو العائلين دول والشاطر هو اللي ينجح وخلاص بس بغير تدخل تزوريك كثاب يعني بشكرك كتب الصحف الكبير شرفتني واتشرفت بلقائك قوي وكانت حلقة ممتعة بصراحة شكرا يا احمد وانا سعيد جدا اللي معاك وربينا وفقك يا رب الزجاج دايما نجح دايما متفوق دايما باشكر كل القائمين على الحلقة محمد ناصف رئيس التحليل علي الزيني مدير التحليل عاصم فاروق احمد حمودي محمود ديزاينر كل القائمين اللي تعبوا معايا على حلقة النهاردة وباشكر استذوريك كثاب واخيرا طبعا بتقدم بالتعازي للرئيس القناة واخونا الكبير طبعا الاستاذ عبد الحميد توفيق في وفاة شقيق والغالي ربنا يتغمدوا يا رب رحمته والبقاء لله وان شاء الله اشوفكم يوم الاثنين القادم وحلقة جديدة من البرنامج الملعب دوما تقبلوا تحياتي احمد زيدا شكرا رحمته رحمته رحمه اشتركوا في القناة